وكيل المالك بالمحكمة الاتدائية بالرباط يصدم وزير العدل في أولى جلسات محاكمة صحفي حميد المهداوي والمتابع على خلفية الشكاية الكيدية التي تقدم بها الوزير العدل إلى يوم 14 شتنبر من هذا الشهر إخواني إخواتي مستجدات جديدة حول الأسباب الرئيسية للشكاية الكيدية التي كان رفعها سيد الوزير وهبي ضد الصحفي حميد المهداوي فالسبب الحقيقي إخواني إخواتي هو أن حميد المهداوي ليكشفوا هذه الوثيقة التي هي خطيرة تورط الحكومة باختلاسات كبيرة وتغيير قوانين لجاء بها صاحب جلال النصر الله في الدكتور 2011 وهذه الحكومة إخواني إخواتي لبغير أنها تغيير هذا القانون من أجل حماية جميع من ينهب مال العام ولهذا ستكون واحد الوقفة احتجاجية والتي ستكون أمام البرلمان يوم السبت 21 شتنبر المقبل من سنة 2024 تحت الشعار لا للتضييق على المجتمع المدني ولا للفساد ونهب المال العام وهذا الاحتجاج إخواني إخواتي طبعا ما جاء به مشروع القانون المصطرة الجنائية في مادته الثالثة فالمهم إخواني إخواتي على الشعب المغربي في انتخابات المقبلة لا يترك الساحة للفاسدين فعدم مشاركة اللي ستكون خطأ وكذلك المشاركة بأخذ الرشوة خطأ أيضا فطمع إخواني إخواتي منك يقولوا ورا كيقضيع لي الكتاب وكذلك وحد المثل الآخر كيقول لشتراك في انتخابات لغادي يبيعك يعني بعد النجاح دياله وهذه الحقيقة إخواني إخواتي فعلا هذه الحقيقة لازم أننا نتابه لهذه الحكومة وهذه السياسيين لفعلا كيحاولوا يناوروا باش يعني يوصلوا الأهداف دياله فالوزير إخواني إخواتي اللي قال بأنه لن يستطيع يعني أي شخص كيفما كانت القوة دياله أن يوقف وهبي أو غيره والدليل بطبيعة الحال إخواني إخواتي يعني هو الخارجات دياله اللي كانت كنت تضرب يعني في الأمير المؤمنين وفي الشعب المغربي ولم يتجرأ أحد على الإيقاف دياله للأسف لم يتجرأ أحد شيء واحد للمجلس العلمي لا السلطة العليا لا المجلس الأعلى القاضي أحد شيء واحد ما تدخل يعني في هذه الخارجات دياله الوزير يعني والخاطر في الأمر أنه يعني بداك يرفع شكايات تلواء أخرى ضد جميع الصحفين يعني والدور أني مازال جاي على بعض القنوات فعلا إخواني إخواتي وهد شيء خطير وخطير جدا لابد دائم المراجعة دياله وحنا أمام يعني المغرب اللي يعطي يعني حرية تعبير يعني والكلام غير يعني خط أحمر لوسيل اللاين سروع يعني ولم يخصد شيء واحد يتجاوزه فصراحة يعني هذا الشخص لي كيحاول أنه يقوم بتخويف المجتمع المدني تخويف الشعب المغربي إذن وهبي ومعه بعض الوزراء يعني لصراحة هم محميين ربما ربما بين القصين من قوة أجنبية فما يقع في الأيام الأخيرة يعني الشهور الأخيرة بالمغرب يدعو للقلق كل شيء خيف كل شيء ساكت لكن هات الصمت ليش خوفا إخواني أخواتي من المواجهة بل خوفا من الفتنة فعلا الفتنة يعني اللي صراحة هاد الوزير اللي خلقها وكل شيء كيتتكلم على هات الشخص لي صراحة يعني تكلم يعني في الدين في السياسة يعني تكلم في شيء أمور يعني ما عنده حتى شيء اختصاص وكان من أجدر أنه يعني الاختصاص دي الكلام اللي يتكلم عليه هاد الوزير يعني كينا وزارة الأوقاف كينا بعض الأشياء اللي ربما إخواني أخواتي رهم يمكنش أي شخص عادي أنه يدخل ويتكلم ويعطي القوانين وهاتش اللي شنا مع هات الشخص وهنا في ممكن دائما كنوضع أكتر معنا متسيبها يعني ما هو السبب يعني في هذه الخارجات دي لها الشخص واش من أجل الفتنة واش باش يبين ناس أو المشامل المدني على أساس أنه يعني رجل وزير العدل اللي يسن القوانين واللي فارد نفسه في الوزارة ربما هذا مرض نفسي صراحة إخواني أخواتي لازم إعادة النظر في هات الشخص فالأكيد يعني فكرة التظاهر من أجل الإقالة والمحاسبة لها الشخص يعني اللي غتكون واردة وصائبة فعلا باش يعني هات السيد ما تكونش يعني مرة يكون في ولاية أخرى مولاية مرة أخرى يعني في الوزارة يعني الوزارة يعني الوزارة أخرى فالأكيد أن النهاية دي الهد الوزير قريبة وقريبة جدا إخواني 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 للأسف فأسرع طريقة اللي كي تصبح مليونيرا في هات المغرب الحبيب صراحة فهي ساهلة من اللي تكون في المعارضة يعني قطقة تغوت وتكشكش يونو تبوحط واستغل إما الدين وحقوق الإنسان كما قام هات الوزير صراحة هات الشيلي شنا الخارجات دياله اللي كانت صادمة فعلا فقبل ما كان يعني في المعارضة فكان دائما كيدافع على الشاب المغربي كيدافع على الضعيف قبل القوي كيدافع فالخطة ديالهم إخواني إخواني إخواتي هي أنهم يكسبوا التعاطف ديال ذيك المواطن الضعيف وباش يتم تصويت عليه وفعلا الخطة اللي كانت ناجحة فعلا فهذه التمتيلية اللي كانوا كيقوموا فيها في البرلمان أيام المعارضة إخواني إخواتي فكل شي بان كل شي تضح والآن كيحاول أنه يزج أي واحد تكلم على هات الحكومة أو قام بانتقادها فهات الشي اللي هو خطير وخطير فحنا نقف عن حد هات الوزير ووزير العدل إخواني إخواتي لم يترك لا بشر ولا حجر يعني احتشي حاجة ما السنة منه والآن وصل دور ديالسائق سيارة الأجراء وبعد حين يعني يكون الكيران وربما حتى الترانات والطويسات فهات الشي دائما كنشوفه يعني بعد الخارجات ديالي كانت تكون مفاجئة وصادمة فعلا إخواني إخواتي فالأكيد أنه يعني في إطار هات التحقيقات اللي كانت تواكب هات الشكاية اللي كان نرفع هات الوزير ضد حميد المهدى والجلسة كما كانت إخواني إخواتي يوم أمس الاثنين واللي كانت واحد الحضور جماهيري كبير وكبير جدا وهنا في خلق الوزير يعني وهبي في حتى صدمة كبيرة خصوة أنه ما كانش كيد أنه غيكون حتى عاطف والتضامن مع حميد المهداوي بتلك يعني طريقة وبتلك العدد الهائل أمام المحكمة أكيد نهاية وهبي قريبة جدا خصوصا بعض المستجدد تقول بأن سيدنا الله ينزلون غير قوم يعني بإقالة أو تفكيك هذه الحكومة وإعادة انتخاب الحكومة يعني غير قوم رئيس حكومة جديد وكذلك وزراء جدود تعديل الحكومة فعلا فكنت منه خير إخواني 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 في الأيام القادمة اللي غتبشر بالخير إخواني 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 إلى حدود هذه الساعة نكتفي بها القدر في انتظار ما هو جديد فهمت بخلوسنا بالله يكدي لكم كذلك البارتاج دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا